نشرة الأخبار من الميادين نستهلها بالعنوين نسبة المشاركة في الانتخابات التونسية تجاوزت 64% واتجاه نحو جولة إعادة بين السبسي والمرزوقي كاريو والافروف يبحثان مستجدات المفاوضات النووية مع إيران في فيينا وواشنطن تتحدث عن تمديد المحادثات الليجان الشعبية في نبول والزهراء بريف حلب تشن هجوما معاكسا ضد المجموعات المسلحة في منطقة المعامل أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الاقتراع داخل البلاد بلغت 64.6% ونحو 30% خارجها وفي مؤتمر صحفيا عقدته في العاصمة تعهدت الهيئة بإعلان نتائج الانتخابات بعد 48 ساعة وصلنا إلى نسبة عامة نسبة إجمالية للأصوات في الداخل تساوي 64.6% تم الاقتراع في كل مكاتب الاقتراع بسلام بطمانينة وكان أقبال المواطن التونسي أقبال مشرف جدا أقبال هام تعكس وعي التونسيين بضرورة الانتقال والتجاوز مرحلة أخرى مرحلة صعبة دون شك هذا ومن المتوقع الذهب نحو جولة إعادة ثانية بين المرشحين المنصف المرزوق والباجي قايد السبسي بعد أن أعلنت إدارة حملة كل منهما تصدر الجولة الأولى حسب النتائج التقديرية الأولية هو الأول في السباق وبفارق هام عن المنافس الثاني رسالة إلى الملاحظين بتاعنا وإلى كل الملاحظين في مراكز الاقتراع التي تحولت إلى مراكز فرز أن لا يصدقوا ما يشاء من نتائج غير دقيقة قد يكون بعضها مقصوداً اليوم الانتخابي في تونس كان حافلاً في ظل تنافساً بين 27 مرشحاً وتفوتاً في نسب المشاركة بين مدينة وأخرى تقرير عمادش طهرة قبل فتح المكاتب كانوا مصطفين على القيام بواجبهم الوطني مقبلين لاختيار رئيس جديد للبلاد في أبهى صورة للتنافس الديمقراطي النزيه وفي أفضل تتويج للمرحلة الانتقالية بسنواتها الثلاث قيخ الماكس حال في وقته حتى الأعظام كانوا هناياً في وقتهم معناه حتى نقص في المواد الانتخابية ولا في الأعظام حتى الآن وكما تشوفوا تباكرة القبيل معناه كان ممتاز أنا نقول لك أنا مناظل وخديم أول انتخابات رسمية ووجود سبع وعشرين مترشح دليل على الحيوية متى الشعب التونسي تونس بهذا الرهان الذي تقطعه تنجز آخر استحقاق يضع اللبنات الرئيسية في صرح بناء الجمهورية الثانية ويؤسس لاستقرار الأوضاع كل الدلائل تشير بأن هذه الانتخابات مرة أخرى رغم الإخلالات كانت حرة ونزهة ومبروك على تونس الرئيس الجديد وكذلك نهاية المرحلة الانتقالية وإن شاء الله من نصر إلى نصر الصعيب ياسر ياسر باش يتعدى أي مرشح من الدور رولاني تم عدد المترشحين اللي هو ما هواش شوية هذا يمش يكون سببنا أنها تشتت وثم زاد بالنسبة للمترشحين الكل ومترشحين الرئيسيين ما تماشي نجمش قولي تم حسم كبير ياسر واسع ياسر في اتجاه واحد منهم رغم توقعات المراقبين بأسبقية مرشحين على الآخرين إلى أن الصورة تبقى ضبابية في انتظار ما ستبوح به كلمة صندوق الاقتراء سواء كان هذا الموعد الانتخابي حاسما في اختيار رئيس للبلاد أو ممهدا إلى الدور الثاني الأكيد أنه تاريخي في القطع مع الدكتاتورية أمشتار تونس الميادين في العاصمة التونسية أدل عدد من المرشحين بأصواتهم آملين أن تجري العملية الانتخابية بشفافية وعلى الرغم من سخونة الحملة الانتخابية للرئاسيات كان يوم الاقتراع في مجمله هادئا منذ الصباح الباكر توجهت تونسيون إلى صندوق الاقتراع فئة الكهولي كانت الغالبة على مقترعي الفترة الصباحية إضافة إلى مسنين وحتى مقعدين أبوا إلا أن يساهموا بصوتهم في انهاء الفترة الانتقالية وبدء مرحلة جديدة عسى أن تكون أكثر أمنا وازدهارا اللي بيش نتخبطه إن شاء الله يحللنا مبدئيا مشاكل الديون متاع البنك الدولي متاع البلاد مشاكل البطالة تنمية الجهوية معنى المعيشة تنقص معنى البطالة تنقص معنى يصيروا ديزان فيستيسماء خاطر عنا برشا مرينيش ديزان فيستيسماء في البلاد والأمن زيدا أكبر التخوفات كانت أمنية لذلك كان لافتا الحضور الأمني الكبير رغم ذلك لم تشهد الانتخابات الرئاسية الديمقراطية الأولى في تاريخ تونس تلك الطوابير الطويلة التي كانت السيمة البارزة لانتخابات المجلس التأسيسي بعد الثورة لكن الأهم بالنسبة للمترشحين أن تجري الانتخابات دون تجاوزات أو عمف بعدها إن شاء الله نواصلوا هالبناء الديمقراطي إن شاء الله الأمور تتواصل سلامات ندعو كذلك كل المترشحين إلى التحلي بأقصى ما يمكن من الروح الرياضية والقبول بالنتائج اللي باش ينطق بها الصندوق اليوم المترشحون الذين أدلوا بأصواتهم في ساعات مختلفة من النهار كثفوا من المراقبين التابعين لهم بأغلب مراكز الاقتراح لتفادي أي تجاوزات أو تزوير سير العملية سيرها عادي بكل صدق الشعب التونسي ظهر مستوى عالي جدا وإن شاء الله لن نكون نموذج لغيرنا قد يعود التونسيون بعد أيام إلى مراكز الاقتراع هذه للإدلاء بأصواتهم إذا اقتضى الأمر ذلك ولم يتحصل أي من المترشحين على الأصوات المطلوبة وفي كل الأحوال فأن التونسيين يأملون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى فترة جديدة من الازدهار والأمن مرادة دلنسي تونس الميدين نذهب إلى سوسة مع تقرير لمرسلنا بلال مبروك واليوم الانتخابي في تلك الولاية الساحلية لم يمنعهم عناء الوقوف في الطوابير في ساعات الصباح الباكر من الإدلاء بأصواتهم شيب وشباب نساء ورجال في الموعد مجددا من أجل إتمام ما تبقى من المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي لا يهم من يصل إلى قرطاج بقدر ما يعنيهم الاحتفاء بيوم تاريخي يختارون فيه رئيسهم بلا حسيب ولا رقيب فرحة كبيرة خطر أول مرة تونس بلد عربي يختار ديمقراطيا رئيسه هذه أول مرة تصير في العالم العربي نتمنى بأنسيغ أنا كيف انتخبت عندي أمل كبير برشا إن شاء الله يكون الإنسان اللي مش نختاروه في المستوى المطلوب على جميع المستويات ومستقبل في الأجير أخرى هذا أهم شيء حالة الاستقطاب الثنائي التي سبقت الثالث والعشرين من أكتوبر تسجل حضورها بقوة يوم الاقتراع لينقسم الشارع إلى فريقين من يريد لابقاء على المرزوق مرة أخرى ومن يطالبه بالرحيل فرفقت عبارة إرحل لحظة إدلائه بصوته يجب الناس كلها تحترم بعضها يجب كل مترشح يكون له الحق في أن يذب إلى مكان الترشح دون أن تكون عليه مظاهرات مثل هذا النوع لأنه هذا لا ينبئ بخير فيما يخص الديمقراطية أن يدعو كل تونسيين للاحترام بعضهم البعض وبرغم التهديدات الإرهابية تمضي تونس قدما نحو تأسيس جمهورية ثانية فالدولة هنا حاضرة بقوة ممثلة بأمنها وجيشها جنود وصلوا الليلة بالنهار من أجل عيون تونس للمرة الأورى يقرر التونسيون ويختارون رئيسهم المقبل بعيدا عن كل أشكال الوصاية ويأملون في بداية مرحلة جديدة من بناء الجمهورية الثانية بلا المبروك سوسا المياد آئلة صفاقس ومحمد العارف الذي نقل لنا المشهد الانتخابي من هناك ثاني أكبر مدين تونس خرجت لتختار رئيسا جديدا للبلاد صفاقس التي تمثل الكتلة التصويتية الأكبر بعد تونس العاصمة توجه ناخبوها إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية حرة ومتعددة في تاريخ البلاد كيف تشوفوا تنظيم على أحسن ميورام كيف تشريح المشاعب التونسي عندما تشارك مختلف العمار وإن شاء الله العملية تمنا بسلاسة على أحسن ميورام رب يوفقنا إن شاء الله على ما فيه الخير والسعادة ورب يجيب لنا رئيس إنسان طيب وأخلاق حميدة وينظر الأخوان ومؤمنين كيفاش عايشين أسبابولية وكيفاش أنتنا ناس ما فيه عنداش خدمة وكيفاش عندهم شهاية مدخرين ملقاوش بلايس ورب إن شاء الله وفقنا وعيننا على أن فيه الخير والسعادة الانتخاب والله ننتخبه رئيس اللي فيها الخير للبلاد واللي معناتها إن شاء الله تتقدم للبلاد ونرى فيها كل خير لنا والصغرنا بقدرة ربيه إن شاء الله يجينا رئيس باهي يحب الشعب المتاعه ويأكلوه كل مثال ويأكل شوحد ومعنا رئيس واحد وكل شيء وربي طيحنا بالباهي العملية الانتخابية جرت في صفاقس وسط تأمين محكم من قبل قوات الشرطة والجيش فيما رأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعايير الدولية لضمان وجود الحيدة والشفافية أثناء عمليات الاختراع بنسبة عالية جدا معناها الانتخاب عنها معناها سري وفماش تأثيرات بالمرة العاصمة الاقتصادية لتونس لا تقل بأهميتها الانتخابية عن العاصمة السياسية نظرا لكثافة عدد المقترعين فيها لذا كان التواجد كثيفا من قبل الهيئة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات هنا هذا بالإضافة للتواجد الملحوظ لمندوب المرشحين الحمد لله لحد لا يوجد أي تجاوز إلى حد الآن نحب نشير إلى أن الأجواء إلى حد الآن لم نشوف نشتشنج أمام مركز الاقتراع في أي من المركز التي قمت بزيرتها إلى حد الآن ثم النقطة أخرى إيجابية هي تواجد الملاحظين والمراقبين من عديد المنظمات والهيئة المراقبة والكل أزمع ويلحد لنا على أن الأمور تدور في ظروف سليمة وتنقسم ولاية السفاقس إلى دائرتين انتخابيتين بمجموع ناخبين يصل إلى 440809 ناخبا لتصبح بذلك ثاني أكبر كتلة تصويتية بعد تونس العاصمة اهتمام كبير بالمشهد الانتخابي في ولاية السفاقس فهي عاصمة الجنوب التونسي وأكبر مدن تونس الاقتصادية وهو ما جعلها محطاً لاهتمام المراقبين لكون كتلتها التصويتية إذا مالت مع أحد المرشحين قد تجعل فرصته في الفوز كبيرة محمد العارف سفاقس الميادين بحث أزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظره الأمريكي جون كاري بحث مستجدات المفاوضات النووية مع إيران لافروف الذي وصل فيينا أمس كان التقى نظيره الإيراني محمد جواب ظريف وأعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي الاتصال هاتفياً اليوم بنظيره الإيراني حسن روحاني لتبادل وجهات النظر حول مفاوضات فيينا وآفاق التعاون بين موسكو وطهران هذا وعقد لقاء جديد بين وزير الخارجية الأمريكي جون كاري ونظيره الإيراني محمد جواب ظريف في فيينا قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن كاري وظريف بحث إمكانية تمديد المفاوضات مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق بدوره وزير الخارجية الفرنسي قال إنه جاء إلى فيينا للخروج بأفضل النتائج ولكن لا يزال هناك كثير من الفجوات هذا وتواصلت اللقاءات حتى ساعة متأخرة في فيينا في محاولة للتوصل إلى مخرج قبل ساعة من نهاية المفاوضات بعد تعذر الوصول إلى الحل النهائي ولقاء لوزراء المجموعة السوداسية عدى الصين على مائدة العشاء لتنصيق المواقف التقرير لموسى عاصي ضاقت الاحتمالات في ساعات ما قبل انتهاء العمل باتفاق جينيف المرحلي في اللحظات الأخيرة تراجعت فرديات التوصل إلى اتفاق نهائي كما كان يفضل الجميع والاحتمالات إن لم تحصل معجزة اللحظات الأخيرة إن حصرت في البحث عن مخرج يليق بمفاوضات مستمرة من دعام كامل شاركت فيها أكبر الدول أعود إلى فيينا لاستمرار المفاوضات لا يمكننا استباق النتائج سنواصل العمل وسنقوم بأقصى ما يمكنه للتوصل إلى اتفاق ولكن يجب أن يكون اتفاقا إيجابيا يسمح بالعمل من أجل السلام ولا تزال هناك خلافات نعمل على حلها الجانب الأمريكي يعتقد أن إيران ستخرج من جيبها في اللحظات الأخيرة تنازلات جديدة تدفع باتجاه التوافق على مخرج لائق جميع الأطراف يدركون أنه ليس بالإمكان إنجاز اتفاق شامل في الوقت المحدد أنا أشعر بأنهم قريبون من الحل لهذا لم نرى ما يكفي من التقدم الدبلوماسيون سيتحدثون عن تقدم ولكن في الحقيقة لن يتمكنوا من حل القضايا الخلافية في الوقت المحدد الإدارة الأمريكية لا تريد تقديم مكافأة مجانية للإيرانيين هي تريدهم أن يقوموا بخطوات مهمة في المقابل وهذا ينسحب على أي اتفاق مؤقت وصول وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ضخ بعض الأكسجين في عروق المفاوضات خصوصا وأن أعلانا روسيا سبق مجيء لافروف إلى فيينا وضع زيارة تحت عنوان إنقاذ المفاوضات جيء وزير الخارجية الروسي أمر مهم لأنه طرف في هذه المفاوضات وأعتقد أنه جاء لتقريب وجهة النظر أعتقد راح يكون هناك اتفاق عام وهو سيكون تفاهم سياسي وسيتم بحث التفاصيل فيما بعد الصين التي يشارك وزير خارجيتها في مفاوضات اليوم الأخير تستبعد التواصل إلى اتفاق معقول في الوقت المحدد وبحسب الوفد الصيني المفاوض فهناك أفكار جديدة بحاجة إلى وقت كاف لبلورتها عام انتهى بالتمام والكمال على بدء مفاوضات المرحلة النهائية كل الإشارات تؤكد أن الأوان لم يحن بعد لطي هذا الملف بالاتفاق إذا لم تحصل معجزة اللحظات الأخيرة فإن فيينا ستشهد جولات إضافية مصعاص فيينا الميادين شنت اللجان الشعبية السورية في نبول والزهراء هجوما معاكسا على منطقة المعامل في الجهة الجنوبية الشرقية للزهراء في ريف حلب شمال سوريا التي سيطر عليها المسلحون مع بدء هجومهم على المنطقة جبهة النصر استقدمت المزيد من التعزيزات العسكرية للمنطقة من ريف إدلب فيما تمكنت اللجان الشعبية من إفشال مساعي الجبهة ببسط سيطراتها على جمعية الجود ذات الموقع الاستراتيجي والمشرفة بنحو المباشر على الطريق الدولي وعلى مدينتي نبول والزهراء دخان المعارك غطى سماء نبول والزهراء في ريف حلب الشمال هجوم جبهة النصر على المدينتين هو الأعنف منذ حصارهما قبل عامين الله أكبر أجزة لله الله أكبر على ثلاثة محاور دارة الاشتباكات بين الجيش السوري وجبهة النصر في الزهراء أعنفها تركز في الجهات الشرقية لمنطقة المعامل المتاخمة لبلدة بيانون اللجان الشعبية في نبول والزهراء صدت الهجوم الذي استخدمت فيه النصر كافة أنواع الأسلحة فالجبهة تسعى من وراء هجومها إلى السيطرة على تلال الاستراتيجية في الزهراء والتي تشرف على معظم الريف الشمالي مدفعية الجيش السوري استهدفت نقاط انتشار المسلحين في المنطقة كما أسرت اللجان الشعبية في الزهراء عددا من المسلحين الذين حاولوا اقتحام البلدة إضافة إلى سقوط عدد كبير من القتل والجرحة في صفوف المسلحين كما دمرت اللجان آلية بيان بي وقتلت من بداخلها لنبول والزهراء أهمية استراتيجية تقعان على الطريق العام الذي يربط مدينة حلب بمنطقة يعزاز وعفرين عند الحدود التركية السورية أطبق المسلحون حصارهما على البلدتين من كل الجهات فلم يبقى لنحو سبعين ألف نسمة إلا عفرين الكردية سبيلا ومتنفسا يعلم أهالي نبول والزهراء أن مأساتهم أكبر من حصار تجاوز عمره الثمانمائة يوم لكنهم يخشون أن يطول صراعهم مع قذائف الهاوين والجوع أكثر من ذلك أفاد مراسل الميادين أن القوات الأمنية العراقية والحجد الشعبي وقوات البشمرقة تسيطر على غالبية مساحة جلولة في محافظة ديالة نقل مراسلنا عن مصادر عراقية أنما تبقى لداعش في المنطقة جيوب يجري التعامل معها من خلال قوات المهمات الخاصة وفي الأنبار قتل ثمانية عشر مسلحا من داعش واستشهد خمسة عسكريين عراقيين وتسعة من أبناء العشائر في معارك بمدينة الرمادي لم يهدأ أزيز رصاص وأصوات المدافع في الأنبار غرب العراق فمدينة هيد غرب المحافظة تشهد عملية أمنية من محورين لتحرير هيد غرب المحافظة هدف العملية تأمين الطريق التابع للقضاء ومن ثم تحرير المناطق التابعة له اليوم التنظيم الارهابي يعيش في مراحل تقهقر واضحة هناك انشقاقات وضربات موجعة وجهت إلى القيادات لهذه المجال العرهابية الكثير منهم تم قتل التقدم الواضح للقوات الأمنية يوما بعد يوم هو رسالة واضحة لكل من نشكك بقدرات القوات الأمنية عملية اقتحام قضاء هيد ستتم تحت غطاء من القصف الجوي غطاء تطالب به العشائر ومجلس المحافظة من أجل ديمومة الاندفاع العسكري العشائر طالبت رئيس الحكومة بتكثيف الغطاء الجوي وهو بدوره يوجه بتوفير غطاء جوي لتنفيذ القصف وإيصال المساعدات وتأمين العتاد العمليات اتسعت في شرق البلاد حيث جلولاء والسعدية في ديالة تمكنت القوات العراقية من تحرير قريتين ربيع والزركوش وضربت طوقا أمنيا على جلولاء على أمل دخولها في هذه المنطقة كانت تعقد محاكم لقتل الشباب وقتل النساء وذبح الرجال الطيران العراقي والقوات الجوي العراقية وطيران الجيش العراقي أثخن في جراحي وقتل قيادات يكاد تعد من الصفوة المحسوبة على الدوائش جبهة صلاح الدين هي الأخرى تشهد عمليات أمنية لتفكيك الطرق التي زرعها داعش بالعبوات قبل الانسحاب من بيجي بالتزامن مع خطط عسكرية لتحرير الدور والعلم يحاول داعش تعويض الخسارة في صلاح الدين وديالة بهجومه على مجمع الدوائر الحكومية في العنبار هجوم يستدعي ضربات جوية مكثفة على خطوط إمداده واستئناف تحرير المدن الستراتيجية في جبهات العنبار وصلاح الدين وديالة عبدالله بدران بغداد الميادين والآن إلى فاطمة قاسم وأبرز مع نونته صحافة العربية هذا الصباح صباح الخير فاطمة المفاوضات النووية تحتل جزء لا بأس به من الصحافة العربية اليوم أليس كذلك؟ نعم شكرا فتلي أهلا بكم الصحف أيضا ركزت على موضوع الانتخابات التونسية الرئاسية وموضوع المفاوضات النووية في فيينا ونبدأ بصحيفة السفير اللبنانية التي جاء في عنوينها تشويش فرنسي سعودي لا يزهد ليالي التفاؤل في فيينا إيران والغرب تفاهم نووي ممدد وسياسي مؤجل السبسي والمرزوقي يتصدرني مشهد المنافسة تونس تقترع لديمقراطيتها ورئيسها الخامس جاء أيضا في السفير إسرائيل تقر يهودية الدولة والتمييز ضد الفلسطينيين ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي جاء في أبرز عنوينها فرصة الاتفاق النووي الإيراني تتسرب والتفاوض على التمديد ماراتون دبلوماسي سبق الساعات الأخيرة وكيري نسق مع الفيصل تونس 54% الإقبال على الانتخابات الرئاسية والسبسي والمرزوقي يتصدران وزير الاقتصاد للشرق الأوسط حان وقت الإصلاح الاقتصادي ننتقل إلى تونس وصحيفة الشروق شفيق سلصار نسبة المشاركة في الانتخابات 64.6% الوسط البحرينية عنوانت جولة انتخابية أولى تطيح بتجمع الوحدة وترجع حسم 34 دائرة البعينين النسبة النهائية للمشاركين بالانتخابات النيابية 52.6% والبلدية 59.1% كاري وظريف يبحثان تمديد المحادثات النووية السبسي يتصدر نتائج أول انتخابات رئاسية حرة في تونس ننتقل إلى مصر وصحيفة الأهرام عنوانت أيضا عن تونس المؤشرات الأولية ترجح الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية صحيفة الرأي الأردنية ركزت على موضوع الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون يهودية الدولة اقتحامات الأقصى تتواصل وحملة اعتقالات في الضفة السبسي يتصدر السباق الرئاسي التونسي وترجيح خوض جولة ثانية مع المرزوقي نختم مع الإمارات وصحيفة الخليج البحرين فوزوا ستة مرشحين للبلمان والإعادة السبت المقبل صعود للمستقلين والإخوان لم ينجح أحد السبسي يتصدر والحسم بعد شهر 55% نسبة الإقبال على الانتخابات التونسية الرئاسية أخيرا نختم بهذا العنوان داعش يتوعد الموصل بالسيف ومعارك الاستعادة بلدتين في ديالة الحكومة العراقية لتسليح عشائر الأنبار نحن أيضا ننهي هذه النشرة بالماضي الحاضر قبل العنوين موسيقى 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 اشتركوا في القناة